عدو عدوي صديقي هكذا يقال كان سقوط الوحدة العربية بلا تيار ممولا يمثل قضيتها سببا في تصدر تيار النائحين لتلك القضية فكان ميلاد الشيعة بعدما تصدر لزيف المظلومية اليهودية في العالم بني صهيون وكلها لمصارح واحدة حلفان قديمان حديثان لا ينتبه لهما غير من أمعن النظر في التاريخ وفي سقوط الوحدة الكبرى للعرب والمسلمين مني العرب بنكبة الاحتلال الصهيوني في فلسطين فسارع الشيعة لرفع راية تحرير الأقصى استعطافا لقناعات الغالبية العظمى ووسيلة للتخدير الداخلي بكل الطرق كما يقول مؤرخون غير أن اللافتة للنظر هو أوجه التطابق بين الأساليب الشاعية والصهيونية في طرق الاستقطاب والاستعطاف والتصدر بصوت المجتمع كأنه نابع من مخططا واحد هنا في اليمن أمسكت الحوثية بزمام البسطاء عبر دعائها التدين بالإسلام ومستخدمة تنزيف الاستفاء عباءة وقائية لمن يعارض أهدافها وهناك الصهيونية ادعت تأسيس وطن يهودي بالرغم من مخالفتها للعقيدة اليهودية ومستخدمة تنزيف الاستفاء أداة حرب نفسية لمعارضها ومن أوجه التطابق بين الحوثية والصهيونية أيضا استخدام المظلومية مبررا لإقامة الحكم والظهور كوريث حصري لظلم وقع وانتهى منذ الماضي البعيد حوثية مدعية لحق علي وآل البيت وصهيونية مدعية لحق الاصفاء والمظلومية التاريخية يتفق الغرب في الدفاع عن الحوثية كدفاعه عن الصهيونية باستماتة وهو ما بدى في حرب غزة وكذا الحوثيون في تمكينهم من إسقاط الحكم في اليمن ودفاع الغرب لاستمرارهم هما جبهة واحدة كما تقول المواقف يتفق أيضا فوق كل ذلك بالعداوة للإسلام السنية الأصولية الرافض للخرافة والمشروعين الفارسي والصهيوني وكان تصريح ترامب ومفاجأته من ناتنياهو في رفضه المشاركة باغتيال سليماني معبرا بأن إسرائيل تريد تعزيز نفوذها شاهدا ضمن شواهد أخرى كثيرة كمذكرات أريل شارون وغيرها الكثير يتحدث باحثون أن اللبس الوحيد هو بين عدو ظاهر ومستتر ظاهر للعالم العربي هم الصهاينة غير أن اللاعب فطن لأن يكون هناك عدو مستتر يتصدر لمظلومية العرب فكان لزاما أن يتصدر ذلك الصوت أذرع إيران وسط التيه الذي تحيشه المنطقة